قبل عام سجلت الميليشيات صفحة أخرى في تاريخها الملطخ بالدماء حين ارتكبت مجزرة على ثوار تشريم بمحافظة النجف التي سوشد وأصيب فيها أكثر من مئتي متظاهر من المنتفضين السلمين على الحكومة وأحزابها الفاسدة أفراد الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر أو ما يعرفون بأصحاب القبعات الزرق هم من نفذوا الهجوم على المتظاهرين عدما حاولوا إخلاء ساحة التظهرات بحسب وكالة رويترز وألقوا زجاجات حارقة على خيام المتظاهرين وأطلقوا الرصاص الحي عليهم ذو ضحايا مجزرة النجف يتهمون زعيم التاري الصدري بالوقوف وراء التحريض على قتل أبنائهم بتصريحاته التي سبقت الهجوم على ثوار تشريم المتظاهرون الذين وصفوا الصدر بالخائن وأنه ينفذ أجندة طهران في العراق توافدوا إلى ساحة ثورة العشرين في النجف للمشاركة في إحياء ذكرى شهداء المجزرة مطالبين بمحاسبة مرتكبيها ومحاكمتهم بما يحقق العدالة لأهالي الشهداء في حين شهدت قاعة الجواهري ندوة أدبية تحت شعار الوطن حتى الموت عن تضحيات شهداء ثورة تشرين بمناسبة الذكرى السنوية للمزرة التي ارتكبتها ميليشيات القبعات الزرقة التابعة للصدر في ساحة الصدرين في النجف تخلقته هتافات تؤدد بجرائم الميليشيات أثارت تلك الهتافات حفيظة من ارتكبوا تلك الجرائم فهدد أحد المقربين من مقتدى الصدر بالرد عليهم ووصفهم بالمجموعة البعثية والدواعش والذين يتشبهون بالغرب والعدو الصيوني على وفق تعبيره مهددا بجعلهم عبرة للجميع المتظاهرون في المحافظات الأخرى كانت لهم وقفات استذكار واستنكار للذكرى السنوية المزرة فمع مرور عام على مزرة النجف إلا أن السلطات في العراق لم تعلن نتائج التحقيق في المزرة حتى اليوم ولم تعلن أيضا نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين في بقية المحافظات ما حصل في ساحة الصدرين وقبلها في ساحة التحرير والذي لا زال مستمرا في الحبوبي وغيرها من عمال قمع افتكبتها أحزاب السلطة وأدوته وتجاهل الحكومة تلك الدماء يكشف عن حقيقة اشتراك الجميع في قتل العراقيين مقابل الحصول على المناصب والامتيازات من دون التفات لأدنى حقوق الشعب ترجمة نانسي قنقر